شرحت درسة سابقة عن Parts of Speech أقسام الكلام اللغة الإنجليزية وكان أول قسمة منهم هو Noun الإسم وقلنا إن الإسم ممكن يطلق على People الإنسان مثل أحمد Susan Dr. Driver وممكن يطلق على Things الأشياء مثل Tree Car Salt Oil Oil يعني زيت ويطلق أيضا على Animals الحيوانات مثل Cat Dog Lion Snake وكذلك Places الأماكن مثل Country Egypt City Cairo وأخيرا ممكن يطلق على Abstract Nouns الأسماء المقردة يعني أسماء معنوية وليست مادية مثل Information معلومات Happiness سعادة Idea فكرة Hour ساعة اللي هي الوقت 60 دقيقة لازم نعرف لازم نعرف أن Noun is not an action الاسم ليس حدث لأن لو شيء بيحدث هيكون verb فعل And it's not a description الاسم ليس وصف لأن الوصف بيكون adjective صفة وطبعا It's not a proposition ليس حرف جر كده عرفنا سريعا ما هو الاسم وأمثلة عليه دلوقتي حضروا الورقة والألم علشان هنتعلم بالتفصيل يعني إيه أسماء معدودة وأسماء غير معدودة وأنفرق بين الكلمات اللي قدامنا دي كلهم ونقسمهم لمعدود وغير معدود وكمان هنطبق باختبار على الدرس في آخر الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم أحمد مكاوي من English Start ونبدأ ب countable nouns من اسمها كلمة count يعني يحسب أو يعد وبذلك كلمة countable يعني معدود أو قابل للعد countable nouns أسماء معدودة مثلا كلمة tree أقدر أعدها طبعا فقدمنا هنا one tree شجرة واحدة ودول كده three trees ثلاث شجرات أقدر أعدهم أكيد وكذلك كلمة core countable noun أقدر أعدها أما salt ومعناها ملح ما أقدرش أعد الملح يعني لو قلت one salt أو three salts كده طبعا غلط لأنها تعتبر من uncountable nouns الأسماء الغير معدودة أو الأسماء الغير قابلة للعد prefix un معناها غير أو ليس وcountable معدود فبكده الكلمة على بعضها uncountable غير معدود أو غير قابل للعد كلمة oil يعني زيت تعتبر uncountable noun لأن ما نقدرش نعد الزيت ولا حتى الملح إلا في عبوات ومعظم الكلمات التي لا تعد نقدر نعد العبوات زي العلب أو الأكياس أو الزجاجات ولكن ما نقدرش نعد الشيء نفسه اللي داخل العبوة الكلمات cat dog lion snake كلهم نقدر نعدهم وبذلك جميعهم countable nouns كلمة information بمعنى معلومات تعتبر uncountable noun لا تعد عارف أن فيه ناس مستغربين لأن في اللغة العربية نقدر نقول معلومة واحدة ونجمعها ليه معلومات لكن تذكروا دايما النصيحة اللي بقولها لكم ما ينفعش دايما نترجم ترجمة حرفية وكل لغة لها قواعدها الخاصة بيها وما تقلقوش محضر لكم في درس النهاردة قائمة بالكلمات الغير قابلة للعد الأكثر انتشارا واللي بتعمل مشكلة واتلق بطنة كلمة happiness uncountable noun أما idea و hour كلمات نقدر نعدها وبكده يكونوا countable nouns أحمد ده اسم شخص محدد فبالتالي إزاي أعد الشخص ده ونعرف أن الاسم ده بيرمز لشخص واحد فقط وزيها سوزن وإيجبت بلد معينة واحدة فقط وكايرو القاهرة مدينة محددة الكلمات دول كلهم يعتبروا uncountable nouns لأنهم ببساطة proper nouns يعني أسماء أعلام أو أسماء خاصة وشرحت درس السابق عن الفرق بين common nouns و proper nouns الفرق بين اسم العالم اللي هو الاسم الخاص والاسم العام لازم تشوفوه لأنها يفيدكم جدا هتلاقوه في قسم القواعد على القناة وهيظهر فوق هنا أما حاليا محتاجك تعرف بقط أن أي اسم خاص بالإنسان أو شيء بيكون غير قابل للعد uncountable nouns doctor و driver يعتبروا countable nouns وكذلك country و city أسماء قابلة للعد طيب دلوقتي عرفنا أن في أسماء معدودة وأسماء غير معدودة إيه أهمية أننا نعرف الفرق بينهم هقولك أولا لو countable nouns أسماء معدودة بكده الاسم ده ينفع يكون singular مفرد وينفع يكون plural جمع والمفرد ناخد معاه a أو an فمثلا أقدر أقول a car اللي هي نفسها one car وأقدر أجمعها two cars وزيها an apple دفاحة واحدة one apple والجمع five apples a man رجل واحد one man والجمع three men وزيها a child طفل واحد one child والجمع ten children لاحظ أن men و children جمع غير منتظم يعني بدون إضافة إس الجمع وشرحت درسي سابق بالتفصيل عن المفرد والجمع كده فهمنا أن الأسماء المعدودة في منها مفرد وجمع طيب ده هيفيدنا بإيه؟ شوف معايا الجمل دي وهتعرف أنه هيفيدنا جدا في تركيب الجملة the car is are new طبعا car تعتبر singular مفرد فطبيعي ناخد الفعل المناسب للمفرد وهو is لكن لو جمع كده طبيعي الإجابة هتكون are the cars are new أمثلة كمان عاوز أقول هذا الطفل يحب الأيس كريم child تعتبر singular اسم مفرد فالإجابة هتكون this child likes ice cream لكن لو child تغيرت لchildren كده هتكون these children like ice cream اللي هيسأل ليه في المفرد قولنا likes بإضافة s والجمع قولنا like بدون s فهقوله لأن ده زمن مضارع البسيط present simple tense وشرحت عليه درسي كامل من جزئين موجودين في قسم القواعد على القناة فمش هنضيع وقت فيه حاليا وكمان شرحت الفرق بين this with that with these with those في درسي سابق نشوف مثال كمان يا طرى الإجابات هتكون ايه a an it them اللي هيحدد الإجابات هو الكلمة دي question وبما إنها اسم مفرد فالإجابة هتكون it's a difficult question i can't answer it إنه سؤال صعب لا أستطيع الإجابة عنهم أما لو أصبحت جمع questions في الحالة دي هنستبعد a و an لأن الإسم الجمع لا يأتي معه a أو an فمش هنكتب حاجة هنا الإجابة هتكون they're difficult questions i can't answer them لكده عرفنا لو عندك اسم معدود لازم الأول تحدد هو مفرد ولا جمع لأن ده بيفرق جدا في تكوين الجملة زي اختيار الفعل المناسب وكمان بيعرفك إذا هنقدر نستخدم articles a أو an ولا لا وكمان بيساعدنا نفرق في استخدام demonstrative pronouns اللي هما this, that, these, those وطبعا نعرف نستخدم الضمائر المناسبة سواء ضمائر الفاعل والمفعول والملكية طيب نشوف الكلام ده هيفرق مع uncountable nouns ولا لا أولا لازم تعرف أن الأسماء الغير معدودة تعامل معاملة الإسم المفرد لكن لا تأخذ آ أو آن وكمان لا تجمع فمثلا كلمة information معلومات لو قلت آن information كده خطأ وكمان لو جمعتها وقلت informations برضو خطأ وزيها كلمة salt ملح ما أقدرش أقول a salt ولا أقدر أقول salts وزيهم كلمة oil لو قلت an oil خطأ ولو جمعتها oils خطأ طيب يلا نشوفهم في جمل ونشوف تأثيرهم على فعل الجملة علشان تجاوب صح الأول كلمة information تعتبر uncountable يعني غير معدودة وزي ما اتفقنا الاسم الغير معدود يعامل معاملة المفرد بذلك هنستبعد are و these لأنهم يأتوا مع الاسم الجمع طيب وقلنا إن الأسماء الغير معدودة لا تقبل آ أو آن فبذلك نستبعد آن وبكده الجملة هتكون this information is very useful هذه المعلومات مفيدة جدا لأن happiness اسم غير معدود فالجملة هتكون happiness is priceless السعادة لا تقدر بثمن sugar يأخذ فعل مفرد لأنه اسم غير معدود ويعامل معاملة المفرد فالإجابة هتكون sugar tastes sweet السكر ملاقه حلو دلوقتي يلا نشوف قائمة الكلمات اللي وعدتكم بيها most common uncountable nouns الأسماء الغير معدودة الأكثر استخداما هنبدأ بالكلمات السهلة واللي بيكون باديهي أي حد يقدر يميز إنها غير معدودة وبعدين ننتهي بالكلمات اللي محتاجة تركيز عليها أكثر شغر سكر coffee قهوة tea شاي air هواء sand رمل mud طين music موسيقى love حب happiness سعادة sadness حزن power قوة ده الجزء الأول الجزء الثاني هيكون قائمة بكلمات المواد الخام مث wood خشب middle أو metal معدن silver فضة gold ذهب iron حديد copper نحاس paper ورق wool صوف silk حرير glass زجاج plastic 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 call الفحم الكلمات دي دايما غير معدودة لو جاءت بمعنى مادة خام لكن ممكن بعضهم يكون لهم معنى تاني ويكون في احتمالية إنها تتحول لإسم معدود وده هوضحه بعد شوية الجزء الأخير لبعض الكلمات اللي بتعمل مشكلة لناس كتير لأنهم بيقرنوها باللغة العربية مثل information معلومات news أخبار advice نصيحة money فلوس furniture الأثاث rain مطر luggage الأمتعة أو شنط الصفر work عمل homework الواجب اللي انت ابتخذه تكتبه في البيت housework الأعمال المنزلية زي التنظيف وغيره research بحوث كل الكلمات دي غير معدودة وتعامل معاملة المفرد طبعا دي أمثلة على بعض الكلمات لأنه مستحيل حصرهم لكن ده من مثاب الدليل تمشى عليه كبداية ملحوظة الكلمات دول كلهم أسماء غير قابلة للعد لكن في حالات معينة نقدر نعد الكلمات الغير معدودة وده هيكون لفيديو خاص لشرح النقطة دي بالتفصيل ودلوقتي قبل ما نشوف بعض الكلمات اللي ممكن تأتي معدودة أو غير معدودة خلينا لخصلكم النقاط السابقة علشان أذكركم بكل الشرح اللي فات اسمنا الأسماء لcountable nouns أسماء معدودة وuncountable nouns أسماء غير معدودة وقلنا أن الأسماء المعدودة ممكن تكون singular مفرد أو plural جمع مثل ووضحت إن المفرد يأتي معه آ أو آن فممكن أقول آ كور وزيها آن أبل وان أبل تو أبلز أما الأسماء الغير قابلة للعد تُعامل معاملة الإسم المفرد لكن لا تأخذ آ أو آن وكمان لا تجمع زي information و furniture لو قلت an information خطأ وكذلك a furniture خطأ ولو حاولت جمعهم informations خطأ و furniture برضو خطأ ووضحنا فروق مهمة بينهم عند اختيار فعل الجملة المناسب أو الضمائر المناسبة مثل it is a new car they are new cars لاحظت الجملة الأولى خط it والفعل is واستخدمت article a لأن كل ده بسبب أن car مفرد لكن الجملة الثانية cars جمع قلنا they are وما استخدمناش a this question is difficult I can't answer it لأن question مفرد استخدمت this وكمان الفعل is ولما أوقع أنه بضمير مفعول قلت it لأنه مفرد the information is useful المعلومات مفيدة information uncountable تعامل معاملة المفرد لذلك أخذنا الفعل is مفرد وزيها the furniture looks old الأثاث يبدو قديم looks هنا فعل بمعنى يبدو مش معناها ينظر وطبعا فيه S لأنه فعل مفرد بسبب furniture اللي هي اسم غير قابل للعد يعمل معاملة المفرد فيأخذ فعل مفرد دلوقتي يلا نشوف بعض الأسماء اللي ممكن تكون معدودة أو غير معدودة وده بيكون حسب سياق الجملة كلمة hair بمعنى شعر شوفوا معايا الأمثلة دي علشان نعرف إزاي بيتيجي معدود أو غير معدود the boy's hair is curly شعر الولد curly هنا كلمة hair المقصود بيها الشعر ككل فطبعا ما نقدرش نعده في الحالة دي لذلك هيكون uncountable noun اسم غير معدود لكن لو قلت I found a hair in my sandwich وجدت شعر في الساندوش أقصد شعر واحدة لذلك هتلاحظوا hair هنا تعملت معاها معاملة الاسم المعدود المفرد وضفت قبلها a مثال كمان يأكد المعنى my brother has few gray hairs هنلاحظ هنا كلمة hair جاءت جمع بإضافة إس الجمع hairs فأنا أقصد أن أخي لديه القليل من الشعر الأبيض أو شعر الشيب فتعتبر countable noun اسم معدود كلمة chicken ممكن يكون معناها لحم الدجاج أو الدجاجة نفسها ككائن حي فلو جاءت في جملة بمعنى لحم الدجاج هتكون uncountable noun غير معدود لكن لو أقصد بها الدجاجة كطائر حي هتكون countable noun اسم معدود نشوفها في أمثلة الدجاج لذيذ هنلاحظ هنا المقصود لحم الدجاج نفسه لذلك uncountable noun أما لو قلت we saw chickens and ducks on the farm رأينا دجاج وبط في المزرعة chickens جاءت جمع بإضافة إس الجمع لأنها تعتبر countable noun اسم معدود أيضا كلمة fruit لو جاءت بمعنى الفاكهة بشكل عام كده هتكون uncountable noun اسم غير معدود لكن لو أقصد نوع معين من الفاكهة هتكون countable noun اسم قابل للعد نشوف أمثلة I love fruit أنا أحب الفاكهة هنا أقصد الفاكهة بشكل عام لذلك هتكون uncountable noun اسم غير قابل للعد لكن لو قلت do you like citrus fruits هل تحب الفاكهة الحمضية أو الحمضيات أو زي ما بنقول عليها الموالح اللي هي البرتقال اليوسفي الليمون الجريب فروت مغيرهم كلمة fruit جاءت جمع بإضافة إس الجمع لأني أقصد نوع معين من الفاكهة وبذلك تكون countable noun اسم قابل للعد لأني بعد هنا أصناف معينة من الفواكه كلمة work كلنا عارفينها بمعنى عمل أو شغل خلي بالك لها معنى يعمل كفعل لكن هنا أنا بتكلم عن الإسم فقط كتبتها لكم في قائمة الكلمات الغير معدودة لكن work لها معنى يقبل العد وهي عمل أدبي أو عمل فني نشوف أمثلة توضح أنا مشغول جدا لدي الكثير من العمل طبعا هنا بمعنى عمل أو شغل فهتكون uncountable noun غير قابل للعد مكبث وروميو جوليت وحملت دول أسماء مصرحيات لشيكسبير فالجملة معناها يعتبر ماكبث وروميو جوليت وحملت من أعمال شيكسبير الأدبية لحظوا كلمة work جاءت جمع بإضافة s لأن المقصود بها هنا أعمال أدبية لذلك تعتبر اسم معدود كمان كلمة paper لو جاءت بمعنى ورق في الحالة دي هتكون مادة خام والمواد الخام قلتلكم uncountable nouns غير قابلة للعد لكن ممكن معناها يختلف خالص وتكون بمعنى newspaper جريدة وهتكون كده countable noun اسم قابل للعد وزيها كلمة glass معنى زجاك ودي مادة خام فأكيد uncountable noun غير قابل للعد لكن لو جاءت بمعنى كوب زجاجي فأقدر كده أعد الأكواب وتكون countable noun اسم قابل للعد آخر نقطة في الأسماء اللي ممكن تكون معدودة وغير معدودة الكلمات الكلمات دي طبعا كلها سوائل وطبيعي عارفين إن السوائل ما نقدرش نعدها إلا في عبوات أو باللتر لكن دول هم حالة خاصة فممكن يكونوا uncountable nouns أسماء غير قابلة للعد لو أقصدهم بمعنى drink يعني المشروب بشكل عام نشوف أمثلة توضح I drink coffee every day أشرب قهوة كل يوم هنا أقصد القهوة بشكل عام I don't like tea لا أحب الشاي أقصد الشاي كمشروب بشكل عام Water is necessary for life المياه ضرورية للحياة هنا أقصد المياه بشكل عام لكن الأسماء دي ممكن تكون countable nouns تقبل العد في سياق معين وهو لو المعنى المقصود في الجملة cup of كأس من أو glass of كوب من أو bottle of زجاجة من وهكذا لمثلة توضح I had two coffees this morning تناولت اثنين قهوة هذا الصباح هنا two coffees المقصود بيها two cups of coffee لكن تقدروا تقول اختصرناها هي قواعديا تحسها غير مقبولة لكن اللغة في تطور ودايما بيكون في مرونة مثال كمان we'll have two teas and a coke هناخد اثنين شاي وواحد كولا two teas المقصود حرفيا منها two cups of tea كوبان من الشاي و a coke المقصود بالضبط a bottle of coke زجاجة كولا أو ممكن a can of coke على فكرة الكلام ده بيحصل معنا في اللغة العربية برضو زي ما بتروح السوبر ماركت أو الكافي وتطلب مية أو مشروب بتقوله واحد مية عاوز اثنين شاي ممكن ثلاثة عصير في الحقيقة انت تقصد زجاجة مية او كوبايتين شاي او ثلاثة كسات عصير وهكذا عاوز اقول لك ملحوظة مهمة لو انت طالب وكتاب المدرسة موضح ان الكلمات دي تستخدم غير معدود فقط فالتزم بكتاب المدرسة في الحل وانا حبيت اذكرها علشان وارد انك تسمعها في فيلم اجنبي او تسمعها من حد او تقرأها في مكان ووقتها ما تقولش انه خطأ لان زي ما قلت لكم اللغة مرنة ودايما في تطور كده خلصنا الشرح بالتفصيل دلوقتي ناخد quiz اختبار يبين مدى فهمكم للدرس choose the correct answer اختروا الاجابة الصحيحة اعملوا pause وقفوا الفيديو مواقعا وحلوا التامرين عندكم في ورقة وبعدين يرجعوا تأكدوا من علاباتكم معي اتمنى تكونوا اخدت الوقت الكافي واختبرتم نفسكم بنزهة يلا نشوف الاجابات مع بعض number one I don't have money money uncountable اسم غير قابل للعد لذلك ما نقدرش نضيف لها السجامة number two we need to buy sugar and apples محتاجين نشتري سكر وتفاح sugar برضو uncountable زي money لذلك ما نقدرش نجمعها من والشوغر اما apples countable noun اسم قابل للعد لذلك نستخدمها في صيغة الجامعة apples طيب بعضكم هيقولوا ممكن ناخد apple عادي انا اقدرشتري تفاحة واحدة فقط ايوة تقدر عادي تشتري تفاحة لكن في الحالة دي لازم تقول an apple او one apple لانها singular اسم مفرد number three water boils at 100 degrees Celsius يغلي الماء عند درجة حرارة مئة مئوية طبعا اخترنا boils لان water uncountable noun يعامل معاملته المفرد لذلك ياخد معاه فعل مفرد number four the news isn't good الاخبار ليست جيدة كلمة news uncountable noun في اللغة العربية تقدر تجمعها تقول خبر أخبار فلذلك تأخذ فعل جامعة وده خطأ لانها uncountable noun تاخد فعل مفرد number five the information you gave me was very useful information uncountable noun ما ينفعش تقول informations number six the bread isn't fresh I can't eat it الخبز ليس طازج لا أستطيع أن أكله bread uncountable noun فيأخذ فعل مفرد isn't وكمان ضمير المفعول it مفرد لان bread يعامل معاملة المفرد number six هتكون homework كالعادة هستنى تكتبولي الإجابات في التعليقات وناشوفها ورد عليكم thank you so much for watching my video I hope you enjoyed it وإن شاء الله انتظروني في الفيديو اللي جاي ولو عجبك الفيديو حسيت أنك طلعت منه بمعلومة جديدة ادعمني بلايك ومشاركة للفيديو وما تنساش الاشتراك في القناة على اليوتيوب علشان تجوف باعي الفيديوهات واستنى طالقاتكم تقولولي ايه رأيكم في الفيديو دمتم بخير ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة